السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنكمل مع بعض اتعلم المنتاج ببرنامج في المورة. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن حاجة مهمة وهي البان انت زوم. البان انت زوم بقدر عن بقى ايه? تعالوا نشوف. اول حاجة البان انت زوم انا بجيها منين او بلاقيها فين? لو جبنا الفيديو بتاعنا فيديو او صورة بالمنظر ده وحددناه هنلاقي علامة الكروب بدأت. لو دوسنا على علامة الكروب هنلاقي فيه جنب كلمة كروب بان انت زوم. هادي النقطة اللي انا بتتكلم فيها. البان انت زوم هنلاقي فيها عوارة عن حاجتين. اول حاجة مكتوب جنبها هنا. وتاني واحدة مكتوب جنبها انت. بتعامل بها ازاي من اسمها كده. الستارت هبدأ الفيديو بتاعي على كدر حاجة مؤدية. الانت هنهي الفيديو بتاعي على كدر حاجة مؤدية. فهو بيعملها عن طريق زوم. تعالوا نشوف كده لو احنا مسلا بنتكلم في فيديو شرح زي ده. وانا بشاور على النقطة ديت وعايز اعمل عليها زوم عشان ابينها. فهاقف مسلا في النقطة ديت. هبدأ كده اسمنا. وهقصل الفيديو من هنا. وبعد كده اكمل. انا خلاص شاورت وخلصت. فهاقفل الفيديو عن هنا. همسك النقطة اللي انا على قصات هدايات وهطبق عليها البان ان زوم زي ما اتبقنا. انا عايز زعم عليها زوم. فمفروض ان الستارت بتاع هيكون الكدر بتاعه كله. والانت بتاعتي هتكون الكدر بتاعه عند الحتة ديت بس. فعمل عليها الكلام ده. هنخش عند البان ان زوم. ونخلي الستارت الكدر كله. انما الانت هخليه على الجزئيه دي بس. وهدوس اوكي. لو جينا شغلنا كده. هلاقي ان هو بعمل اللي زوم. بس هنا هلاقي كده ان هو مرة واحدة رجع فجأة. يعني انا كنت شغال عادي. تعلم شوف تاني. كنت شغال بقرب مرة واحدة ليته ان هو رجع. فالموضوع لا بيكونش حلو قوي. المفروض ان انا اخليه فيها تنصف كده. فالمفروض ان اخد جزء مسلا كده. وهزبط جزء الصغير ده. وهخليه على الكدر الاخير اللي انا كنت عمله بحيث ان هو يثبت شوية عند الكدر ده. بحيث ان هو يبان للمشاهد. فان هاخده وطبق عليه بس هنا مش طبق بين انزوم. هنا هطبق كرب بس لان انا عايز يكون مش هتثابت. ما يكونش فيه زوم خالص. فهطبق الكرب هنا على نفس الجزء اللي انا كنت عامله في البان انزوم على الانت. انا كنت عامله هنا. فهجي ادوس كده. هلاقي ان هو قرب بس برضو رجع فجأة. انا زوم بس معكوز. انا كنت هناك عامل ان هو بيعمل زوم ان. انا كده عامل زوم اوت. فهو مفروض ان هخلي اللي ستارت بتاعي هو الجزء الصغير والاند هو الجزء الكبير. فهنا هعمل نفس الكلام. اكبر الاند. وهاخد اللي ستارت. اخليه على نفس المقاس اللي انا كنت عامله برضو هناك. لو جاي هنبص كده على الفيديو. بالمنظر ده. فتقدر تستخدمها اول حاجة زي ما قلنا في موضوع الزوم لو انت تشرح حاجة او بتشتغل على فيديو وعايز توضح اي حاجة. ثاني حاجة ممكن اعملها بالبان ان زوم ان استخدمه في عمل ترانزيشن ما بين فيديوهين. ازاي تعالوا نشوف مع بعض. لو احنا عندنا الفيديوهين بالمنظر ده. وانا عايز اعمل ترانزيشن. هاجي على الاخر جزء من الفيديو الاولاني. وهقصه منه. وبعدين همسكه وطبق عليه البان ان زوم. طبعا انا عايز اعمل هنا ترانزيشن كزوم ان وزوم اوت. يعني زوم ان الاول بعد كده زوم اوت. فهنا هشتغل على زوم ان. يعني هخلي الستارت بتاعي ان هو يكون الكادر كله. والاند هو الجود السوء. فهو هخلي الاند هنا. هصغره على الجود ده مسلا. طبعا ازاي ما اتفقنا بمرة اللي فاتت ان انا لو خلتها كده هلاقي ان هو نقل لي مرة واحد على الفيديو الثاني فجأة. فموضوع هيكون مش حلو. فمفروض عشان يكون الترانزيشن كويس ان نعمل زوم ان بعد كده زوم اوت. فهيجي على الوزء الاولين من الفيديو الثاني وهقص منه حتة وبعد كده هطبق عليه بس هنا هطبق زوم اوت. فمفروض ان هخلي الاند بتاعي هو الكادر كله واللي ستارت هو اللي صغير. لو جاي نبص كده. او هلاقي ان هو عمال زوم ان وزوم اوت. طبعا لو انت شايف ان الموضوع سريع شوية ممكن تكبر الجزئية ديت والجزئية دي يعني كل ما تكون كبيرة كل ما يكون الزوم ان وزوم اوت اسرع. تعالوا نجربها كده. اه كده انا كبرت المسيحة شوية بتاعت الفيديو ده والفيديو ده بحيس ان هو اياه اخد وقت اطول بس هنا. فانت زي ما تحب عايز تخليه سريع ممكن تزاق تقلل الجزء الفيديو اللي بتطبق عليه لو كبرته هيكون الترانزيشن ابطأ. فكده بنسنتج ان بيشتغل صورة الزوم اللي بيعملها على حسب انت مطبقها على قد ايه من الفيديو. لو انت مسكت الفيديو كله وطبقت عليه فهو هيبدأ الزوم من اول هنا لحد ما يوصل الاخر الفيديو. فبالتالي هيكون مطير. انما انت لو مطبق على جزء من الفيديو بسيط فان هو هيبدأ الزوم ايه من اول هنا وهينتهي هنا. تالت حاجة ممكن اعملها بالبان ان زوم اني اعمل انترو للفيديو بتاعي. زي ما شفنا وضحظنا في الفيديو اللي فات هنشوف احنا عملنا الحتات ازاي. اول حاجة انا اللوجو ده كان عندي جبته ودخلته على برنامج الفود شوب. علشان اخليه على نفس المقاس اللي انا شغال به على الفيديو بتاعي. يعني انا الفيديو بتاعي انا عمل فيه建ة ستسينج ان الريزوليوشن بتاعه يكون الف تسومائة وعشرين فيالف وتمانين. ده المقاس بتاع الفيديو بتاعي فان انا احدخل على الفود شوب. واعمل نيو بروجيكت. واخلي المقاس بتاعه النفس اللي انا كنت تعمله. اخلي الويتس بتاعه 1920 والهيط 1080 واخلي الريزوليوشن هنا ممكن 300 ووز كريت كده هو عمل لي هنا المقاس بتاع الفيديو بتاعي انا هدخل على الكمبيوتر مكان الصورة ودي الصورة وفنا هسحب الصورة كده للفودشوب ونزلها هنا انا الصورة كده عندي نزلت بس انا عايز الصورة تكون شفافة ما يكونش غراها خلفية بيضة زي كده فهاجي هنا على البيجراوند ديت واقفلها بحيث انه يكون شفاف طبعا البيجراوند هنا مش موجودة العلامة المرابعة ديت معنى هنفش باكراوند وهنا برضو ده كده متفرغة طبعا لو لو هو عندك مش متفرغ ممكن تتفرغه بالماجيك ريزارتوي انا كده المهم اللي عندي كده المقاس ده هو مقاس الفيديو بالزبط واللوجو بتاعي موجود في النص بعد ما خلصت هعمل سيف ازل الصورة ده كبين جي بعد ما عملت الصورة على الفودشوب هدخل على برنامج في المورة وعمل امبورت ميديا فايل على الديسك توب وهلاقي الصورة بتاعتها هدخلها بعد ما دخلت الصورة انا عايز حطها فوق الفيديو زي ما شفنا بقى بس انا عشان هحطها انا مش عايز مش عايزها تبان على الفيديو بالمنزرة ده عايز يكون في آ plot على الفيديو شوية ف هدخل على الفيديو هنا واخش على effect وهعمل search على blur هلاقي في square blur هسحب ال effect كده على الفيديو ممكن تسحبه الطبقة على الفيديو عن طول وممكن تحطه layer ثاني فوق الفيديو كده فأنا كده طبقت وابدأ أحط اللوجو بتاعي كده اللوجو أول ما دخلته طبعاً أنا كنت عامله على الفوتشوب شفاف فهو كده اللي ورز ظاهر زي ما نشافين بالمنظر ده لو جينا شغالنا هلاقي إن هو ظاهر بالمنظر ده طيب أنا دلوقتي عايز بقعمل إيه؟ عايزة خليها ياخد فكرة الانتر اللي حنشوفنا في الفيديو فمفروض نطبق عليها البان ان زوم هدخل على الصورة ديت وعلى البان ان زوم هنا أنا عايزة خليها تعمل زوم اوت فمفروض نخلي اللي ستارت بتاعي هو اللي صغير والانت هو اللي كبير اللي ستارت انت حسب ما تحب تبدأوا منين بقى أنا مثلاً حبيت أن أبدأوا من هنا حطه بالمنظر ده كده حيث أنه ما يكونش باين في أول الفيديو ولوس اوكي لو جينا شغالنا كده هو كده عمل بان ان زوم زي ما قلت له بس هو هنا طبعاً طبقها على الصورة كلها يعني بدأ من أول هنا وانتهى هنا لأننا نطبقه على الصورة كلها فهنا لو عايزه يحصل بسرعة وابدأ أنك أكتب بسلاً كلام زي ما كنت عامل في الفيديو فهنعملها ازاي نفس الفكرة هيجي على الصورة ديت أنا مثلاً أخلي اخد المساحة ديت او مسافة ديت وابدأ هقص هنا وطبق البان ان زوم على الصورة ديت بالضبط كده وبعد كده خلاص أنا طبعاً المفروض أن أنا عارف نعمله عليه فهشيل الجزء ده ونزل الصورة كاملة بالمنظر ده لأن هي هيتكمل على المقاس ده أصلاً نيجي نشوف كده مع بعض هاو هلاقي ان هو عمل الانترو وبعد كي يكمل بقية الفيديو على نفس المقاس طيب دلوقتي أنا بقى عايز اكتب مثلاً كلمة تحتيها وكده فممكن نخش على التايتل ونختار تايتل من هنا وناخد مثلاً حاجة زي كده اللي ما كنت عملها في الفيديو وهتطبقها هنا وندوس على ده وكليك وهكتب هنا ستاربكس بعد كده هحركها لتحت الصورة بتاعتي المكان ده كويس طبعاً لو انت عايز ترفع ممكن ترفع الصورة بتاعتك شوية مش مشاكل فانا اسمها على المنظر ده بس لو جينا شغلنا كده هلاقي ان هي ظهرت قبل ملوقه يطلع انا عايز يطلع بعد ملوقه يطلع فانا اسحب التايتل بتاعي كده وخليه يبدأ بعد ملوقه يطلع ويستقر لو جينا نشوف كده هلاقي ان هو عمل الانترو بتاعتنا تقدر تطبقها طبعاً على كلمة تكتب مثلاً كلمة ولا حاجة بس في حاجة مهمة التايتل ده هنا طبعاً هو التايتل ثابت فانا لو جيت اطبق فيه هلاقي ان علامة الكروب اصلاً عندي مش باينة ليه لان انت عامل تايتل من البرنامج نفسه فانت لو عايز تعملها على كلمة زي كده ما تعملهاش من تايتل لا ادخل على الفوتشوب ويعمل نفس الفكرة بزبط هتخش هتعمل مقاس الفيديو بتاعك لو انت مش تغل لو انت شغال على مقاس اللي حتفقنا عليه الف تسعمائة وعشرين في الف تمانين او غيره بتطبقه بعد كده بتخش على بتكتب الكلمة اللي انت عايزة بعد كده زبط المقاس وبتبدأ تحطها تسنترها في نص مع ال بس وبعد كده ممكن بقى تشير برضو بحيس ان تطلع كصورة وتعمل نفس الخطوات اللي قلناها مرة فاتل وتدخلها علينا صورة وتطبق على نفس دلوقتي بقى هنقول اختصارات هتسهل عليك الشغل في البرنامج اول اختصار معنا وهو لو انت عايز تتحرك على بتاعك فريم باي فريم انت عايز تتحرك فريم واحد بس فممكن تعملها من هنا طبعا كانت بتحرك فريم 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 انت لازتتحرك بطريقة اسهل بدل ما تروح البل موس وكده ممكن من السهم يمين وسهم الشمال سهم يمين هتلاقي بتحرك فريم 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 وهكذا العكس طيب فوق وتحت اللي عملتهم هنا هيتحرك على الاماكن اللي انت عملت فيها افكت انا مسلا هنا انجيت اطعط الفيديو او اططت مثلا التايتل ده اططت هنا اطعه وهنا اطعت اطعه كمان فلو اتحركت سهم التحت هلي نقل على الاطعه الاولى لو تاني الاطعه هلي نقل على الاطعه التانية وهكذا لو طلعت الفوق هتلاقي بيرجع فدي عاجة هتسهل عليكم الشغل بدل ما تروح تتنقلوا بالموس كده وتقفوا هنا ممكن تعملوها بالسهم الفوق وسهم التحت زي ما اتفقنا ده كان بالنسبة للموضوع النهاردة اتمنى تكونوا استفدتوا وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته